مرحبا يا أصحاب نحن نتعلم اليوم درس جديد وبيحكي عن التنوين شو هو التنوين؟ تنوين هو نون ساكنة منضيفها بآخر الكلمة لفظا ومش كتابة بالفظة وما بكتبة من شن هيك منضيف بآخر الكلمة أو فتحتين أو ضمتين أو كسرتين مثل وقتا بقول شجرة أو شجرة أو شجرة لأي نوع من الكلمات منضيف التنوين؟ منضيف التنوين بس للأسماء النكرة شو يعني نكرة؟ يعني يلي ما بيكون فيها أل مثل قلم مثلا تصير قلمن كتب كتبن حديقة حديقة ما بيقدر لكن زيد التنوين للكلمات يلي بتبلش بأل التعريف مثل القلمو ما بيقدر قول القلمن ليش؟ لأنه فيها أل الكتبة ما بيقدر زيد عليها التنوين فيها أل بالأول الحديقة كمان ما بيقدر زيد عليها التنوين لأنه بتبلش بأل لكن ما بيقدر زيد التنوين على الأفعال مثل الوقت بقول لعبة، فتحة، يسألوا، هود أفعال ومش أسماء كمان ما بيقدر زيد التنوين على الحروف الجر مثل الوقت بقول مع، وفي، وإلى، وعن أول تنوين رح نحكي عنه هو تنوين الضم أو تنوين الرفع شو هو تنوين الضم؟ هو نون ساكنة نلفظه بآخر الكلمة إذا كانت حركتها ضمة وهيك بيصير في عنا ضمتين بآخر الاسم مثلا منكتب دفتر مع ضمتين على الراء بالآخر ولكن منكون عم نلفظ دفتر عم نسمع نون ولكن أكيد ما عم نكتبه كلب كمان بكتبه مع ضمتين على حرف الباء ولكن بكون عم بسمع كلب مع نون ساكنة سيارة دمتين على التاء ويكون عم بلفظة سيارة بس في عنا ملاحظة أهمة وبديكم تنتبهولها كتير منيح وهي إنه في بعض الكلمات أصلاً بتنتهي بنون وقت نحن بدنا نزيد عليها تنوين الضم لازم ننتبه لهذه الكلمات لأنه بيصير في عنا النون بالإضافة لتنوين الضم يلي نحن زدنين مثل بكلمة الحصان مثلاً بدي ضيف عليها تنوين الضم فلازم شيل الأل وزيد عليها ضم تانية صار عندي حصانن بس انتبهوا هي أصلاً فيها نون لكن صار عندي النون طبع حصان وزدت عليها تنوين الضم نفس الشي بالنسبة لليمون صار عندي ليمون الفنان فنان العيون عيون من بعد ما فهمنا تنوين الضم رح نعمل حيداً التمرين والسؤال هو أضع تنوين الضم للكلمات التالية التلميذ المهذب وقت يلي بدي زيد عليها تنوين الضم ما لازم انسى انه شيل الأل بالأول من التلميذ وبزيد ضمة تانية على الذال صار عندي تلميذ المهذب المهذب كمان منشيل الأل ومن زيد ضمة بالآخر صار عندي تلميذ مهذب نفس الشي بالنسبة للفراشة الملونة بيصير عنا فراشة ملونة منشتغل بنفس الطريقة للعصافير المهاجرة منشيل الأل ومنزيد ضمة بالآخر على عصافير والمهاجرة نفس الشي بيصير عندي عصافير مهاجرة الأزهار الجميلة أزهار جميلة رح ننتقل هلأ لنوع تاني من التنوين وهو تنوين الكسر أو فينا نسميه كمان تنوين الجر شو هو تنوين الكسر؟ تنوين الكسر هو نون ساكنة نلفظه بآخر الكلمة إذا كانت حركتها الكسرة وهيك بيصير في عندي كسرتين بآخر الكلمة مثلاً منكتب زهرات مع كسرتين بالآخر ومنكون عم نسمع النون الساكنة عم نسمعه ولكن ما عم نكتبه أشجار كمان كسرتين على الراء بسمع النون ولكن ما بكتبه نفس الشي نحلات كسرتين تحت التاء بسمع النون ولكن ما بكتبه بدي ذكركم كمان إنه في بعض الكلمات هي أصلاً بتنتهي بنون ومنزيد عليها تنوين الكسر فلازم ننتبه بيصير في عننا النون تبع الكلمة بالإضافة لتنوين الكسر بالآخر مثل بكلمة الحصاني إذا بدي تضيف عليها تنوين الكسر بيصير عندي حصان في نون وزدت كسرتين الليموني كمان ليمونن بزيد كسرتين الفناني فنانن بتخلص بنون بزيد كسرتين العيوني بتنتهي بنون مع تنوين الكسر بيصير عندي عيون وهلأ راح ننتقل لنعمل تمرين عن تنوين الكسر والسؤال هو أحول الكلمات المشار إليها بخط من المعرفة إلى النكرة بزيادة تنوين الكسر الجملة هي تمتص النحلات رحيق الأزهار الفواحة وقت بحط تنوين الكسر للكلمات المشار إليها بخط بيصير عندي تمتص النحلات رحيق أزهار فواحة تاني جملة يتنزه الأولاد تحت الأشجار الشامخة بدي شيل الأل من الأشجار ومن الشامخة وحط له تنوين الكسر فبيصير عندي يتنزه الأولاد تحت أشجار شامخة مننتقل هلأ لآخر تمرين والسؤال هو أحول الكلمات المشار إليها بخط من المعرفة إلى النكرة بزيادة تنوين الكسر أو تنوين الضم إذا كانت الكلمة بتنتهي بالآخر بكسرة بزد لها كسرة تانية وإذا كانت بتنتهي بضمة بزد لها ضمة تانية وما بنسى شيل التعريف حتى حولها للكلمة من المعرفة إلى النكرة أول جملة معنا تطير الفراشات الملونة فوق الزهور الجميلة الفراشات الملونة منشيل الأل ومنزيد ضمة بآخر كل كلمة الزهور الجميلة منشيل الأل ومنزيد كسرة بآخر الكلمة بيصير عنا تطير فراشات ملونة فوق زهور جميلة بنشتغل بنفس الطريقة لتين جملة قطفت الفتاة الصغيرة الثمارة من الشجرة العالية وبتصير قطفت فتاة صغيرة الثمارة من شجرة عالية وبالنهاية بدي ألكم إلى اللقاء وعلى أمل أنه نرجع نلتقى قريبا ترجمة نانسي قنقر